حكم العلاوات الخامس الموضوع ده ايه هو هو ان مجموعة من اصحاب المعاشات رفعوا دعوة امام محكمة القضاء الاداري بيطلبوا فيها الحكم بحقيتهم في تقاضي خمس علاوات من سنة 2006 لطرع 2006 يستحق علاوة اللي 2007 لوتين 2008 علاوات تمام اللي هي العلاوة السنوية او الدورية اللي كان بيتكون موجودة وقالوا ان هذه العلاوات لم تضاف الى اساس المرتب الاساسي بتاعهم اللي باعتبارها ان الاجر المتغير اللي كان يجد ان هي تضاف الى المرتب الاساسي ومن ثم ياخد المعاش على اساس المرتب بقى كاميرا الاساسي بالمتغير بالخمس علاوات دول طيب محكمة القضاء الاداري اول درجة حكمت بقى حقيتهم في هذه العلاوات الخمس وان هي تضاف للمرتب كاجر المتغير وياخدوا المعاش على اساسها يبقى على اساس ذلك هيزيد المعاش بتاعهم بالنسبة اللي هيكون فيها الخمس علاوات دول هتضاف لكل واحد حسب طبعا مرتبه كان ايه والعلاوة دي قدرها كم جنيه طيب الحكومة اللي هي المختصمة في الدعوة وزارة الضمان الاجتماعي او هيئة تأمينات والمعاشات طعنت على الحكم امام المحكمة الادارية العليا ماذا قالت المحكمة الادارية العليا المحكمة الادارية العليا عدلت حكم محكمة القضاء الاداري وحكمت بحكمها الذي جاء منطوقه على النحو التالي حكمت المحكمة بقبول الطعون ارقام خمستلاف سبعة وخمسين الف ثلاثمين خمسة واربعين وكذا وكذا سنة ثلاثمين قضائية العليا شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باحقية المدعين واصحاب المعاشات يعني حكم من لم يقتصر في نطاقه الشخصي على الحكم للمدعين فقط ولكنه مدى النطاق الشخصي وجعل ان المحكم لهم هم جميع اصحاب المعاشات باحقية المدعين واصحاب المعاشات في اعادة تسوية معاش الاجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للاجر الاساسي عند احالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم تسعة وسبعين لسنة الف تسعمائة خمسة وسبعين وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من اثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة احكام التقادم الخمسي وذلك على النحو المبين بالاسباب والزمت الطاعنين المصروفات على الطاعن الثاني في الطاعن الرقم كذا المقام من هيئة بفضل الدولة صدر هذا الحكم تولي عنان بالجلسة المنعقلة يوم 16 من شهر جمال الاخرة لسنة 1440 هجريا الخميس الموافق 21-22-2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره طيب حينما صدر هذا الحكم وجم بأي نفزوه المحكوم لهم أقامت الجهة الإدارية اللي هي ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي إشكالاً أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تطلب فيها وقف تنفيذ الحكم وحينها نذكر أنه صدر بيان من المتحدث الرسمي باسم السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير بسام راضي أصدره بياناً قال فيه أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بسحب الإشكال الذي أقامته لوقف تنفيذ هذا الحكم وعرض أمر هذا الحكم على مجلس الدولة اللي هو قسم الفتوى المختص ليبين كيفية تنفيذ هذا الحكم إيه اللي حصل؟ أني إدارة الفتوى في مجلس الدولة في الأيام الأخيرة بقى الماضية أصدرت فتواها اللي هي قالت إيه الفتوى؟ في الأول تلقت الجمعية العمومية لقسمها الفتوى التشريع طلب الفتوى المقدم من جوارة الضامن الاجتماعي طبعاً كان الكلام ده في شهر مارس الماضي طيب الفتوى إدارة الفتوى قالت إيه؟ قالت أنه وفقاً للطلب المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي الذي جاء به أن الوزارة تقوم بحساب المعاش وفقاً لذات الأساس الذي نص عليه الحكم ومن ثم فإن الوزارة تكون قد نفذت الحكم فعلاً طيب هنا بقى الناس حيحصل جدل كبير من الصحف ما نشر أن إدارة الفتوى أو قسم فتوى الفتوى التشريع في مجلس الدولة ينتصر الأصحاب المعاشات وحصل لغط الأمر الذي أدى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت بيان قالت فيه أن ما نصت عليه الفتوى هو أن الوزارة قامت بالفعل طبعاً وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هي تأميلات المعاشات اللي هي تتبع الوزارة قامت بالفعل بتنفيذ الحكم لأنها كانت تحتسب زي ما إحنا قرأنا لحضراتكم منطوق الحكم هي بتقول أن هي كانت بتحسب المعاش على أساس ضم العلاوات دي من الأول وإيه مش بس تمانين في المية دي كانت بتحسبه بنسبة مية في المية طيب النهاردة هذا البيان تمام كلام ده كلام سليم ولكن ليه عليه ملاحظة إيه الملاحظة إن المبدأ يا جماعة في الفتوى بيقول إيه الفتوى على شرط المستفتي يعني إيه الفتوى على شرط المستفتي يعني دلوقتي حضرتك لما تطلب فتوى أي فتوى بقى سواء فتوى شرعية ولا فتوى قانونية ولا فتوى على أساس أي قاعدة من القواعد حضرتك كمستفتي بتقول الواقع والمفتي هو اللي بيطبق لك القاعدة على هذا الواقع طيب النهاردة لو حضرتك عرضت الواقع صح يبقى المفتي بيطبق القاعدة على الواقع اللي أنت بتعرضه صح طيب حضرتك عرضت الواقع غلط يبقى هو بيقول لك القاعدة وفقا للواقع ده عشان كده الفتوى دوره على شرط المستفتي يعني الفتوى مشروطة بإذا كان ما عرضته من واقع واقعا صحيحا يعني دلوقتي حضرتك رحت الشيخ وقلت له أنا شربت في نهار رمضان وانا ناسي صيامي صحيح ولا لأ هيقول لك صيامك صحيح طيب واحد تقول لك عم الشيخ ده ما كانش ناسي ده كان فاكر يبقى مين اللي يحدد ان انت ناسي ولا فاكر انت طب هو لما يقول لك صيامك صحيح يبقى ده مشروط بإيه بصحة الواقع اللي عرضته علشان كده حضرتك هتلاقي الفتوى بتاعت مجلس الدولة جات تقول ايه تقول وفقا للوارد بطلب الفتوى من الحكومة يعني الفتوى دي ما أهلتش من عندياتها كده لأ طب يبقى لما الحكومة تعرض على قدرة الفتوى او قدرة فتوى المختصة او قسم الفتوى التشريع بمجلس الدولة بتقول له ان الحكم قال كذا 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 واحنا كنا بنعمل كده زي ما الحكم قال ومش بتمانين في المية لا بمية في المية يبقى نفروض الفتوى تطلع ايه طب طبيعي هتطلع اذا كان صحيحا ما عرض في طلب الفتوى فانك تكون قد نفزت الحكم يبقى اصبح الحكم هنا ايه فيش محل لتنفيزه انت نفزته طيب علشان بقى ما يحصلش جدل ولا كلام ولا حد يقول لك ده مش عارب في حد بيعمل كذا لو في حد بيعمل كذا لا هو في الاخر دي اه وارد جدا ان يحصل منازعة وارد جدا ان يحصل خلاف ولكن طالما ان طريق التسوية المنازعة او طريق تحل الخلاف طريقة موجودة ونزيهة ومحايدة ومستقلة خلاص بقى ما فيش ما يمنع ان يبقى فيه خلاف اول حاجة ملاحظتي الشخصية وانا مسؤولة عنها مسؤولة كاملة على وزارة الضامن الاجتماعي في البيان اللي اصدرته بشأن الفتوى ان تمام طب حضرتك طالما انت بعت الفتوى وزارة الضامن الاجتماعي وقوله انك بتنفذ الحكم واني تنفذ الحكم تنفيزا صحيحا حضرتك كنت عامل اشكال ليه يعني كنت عايز توقف تنفيز الحكم ليه طب حضرتك لما يجي لك الحكم طالما هو متنفذ يبقى ايه يبقى خلاص ما تعملش اشكال هو في تنفيزه يبقى فيه عرض غير صحيح سواء العرض اللي على السيد رئيس الجمهورية وده اجتماعه معروف جدا ومنشور كان مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزارة الضامن الاجتماعي اللي الرئيس فيه وجه بسحب الاشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيز الحكم يبقى لما الرئيس يقول يسحب الاشكال المقدم لوقف تنفيز الحكم حضرتك سحبت الاشكال طب حدق قصة كنت يقدم الاشكال ليه عشان توقف التنفيز طب حضرتك روحت المجلس الدولة ليه علشان تعرف الحكم بيتنفز ازاي يبقى حضرتك تبعت المجلس الدولة وطلوم انك وانا منفز الحكم فعلا طب توقف التنفيزه ليه طيب لو حضرتك كنت منفز الحكم فعلا وعرضت ده قدام المحكمة الإدارية العليا هيبقى الحكم المحكمة الإدارية العليا وارد على غير محل لانه من شأن تنفيزك للحكم اثناء نظر الدعوة أن تحكم المحكمة بانتهاء الدعوة المحكمة هتحكم بالحكم دا ليه دا المحكمة هتحكم بانتهاء الدعوة لأنه المحل بتاعة الدعوة طالما تنفذ Sungty يبقى خلاص لو نفذت أثناء نظر الدعوة لكن لو أنت كنت منفذ من الأول كانت المحكمة الإدارية العليا هتقضي برفض الدعوة هتلغي الحكم بتاعة أول درجة وتقضي برفض الدعوة فمن ثم ما عرض على الفاتوى مجلس الدولة ما كانش يجب ابدا انه يتقال فيه ان احنا نفذنا فعلا وان احنا بننفذ وفقا لمقالة او الحكم حالك نفذ وفقا لمقالة او الحكم كنت قول ده قدام المحكمة علشان المحكمة تقضي بيلغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوة لكن طالما ان المحكمة حكمت بهذا الحكم يبقى هي رأت ان له محل ما ينفعش بعد ما الحكم يصدر حد من الاطراف يدعي ان هذا الحكم قد ورد على غير محل طب ايه الحل دلوقتي الحل دلوقتي الاتي طبعا المتضرر من كده اصحاب المعاشات وانا بقول لجميع اصحاب المعاشات الحل في نظري اذا كنت حضرتك يا صاحب معاش ترى ان هناك غموضا في منطوق الحكم الصادر من الحكم الادارة العليا فحضرتك تقدر تعمل طلب تفسير بيقدم الى المحكمة الادارية العليا بتطلب فيه اه صدور حكم مكمل لهذا الحكم يتضمن تفسيرا لما كان غامضا او مبهما في منطوق هذا الحكم دلوق حضرتك شايف ان فيه غموض او فيه ابهام طب لو حد سألني انا شايف كده لا انا مش شايف كده انا شايف ان الحكم واضح ويتنفذ طيب اللي بتقول الحكومة ايه اللي بتقول الحكومة ده توقف على الواقع لابد ان يبحث حالة حالة يعني ممكن واحد من اصحاب المعاشات يعني طالما الحكم استطال في اه حجيته الى غير المحكوم لهم لان حجية الاحكام الصادرة في القضاء الاداري في مجلس الدولة حجية عينية يعني عينية يعني الحجية تنصب على القرار نفسه المطعون فيه على ما قضت به المحكمة في حق ايه جميع من يطبق عليهم هذا القرار فالمجال البحث ما كانش هيقدر يمتد في الحكم لكل المحكوم لهم علشان كده اصحاب المعاشات لابد ان تبحث حالة كل منهم حالة حالة اللي خد الخمس علوات يبقى خلاص تمام اللي ما خدش الخمس علوات يضافه الخمس علوات طيب اذا الحكومة ما عملتش كده في سبيل قانوني يلزمها اه في سبيل بقود بدوجة نظري كده ان كل صاحب معاش متضرر يستطيع ان يقيم منازع التنفيذ امام المحكمة الادارية العليا وهي المحكمة المختصة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة باحكامها هيطلب فيها ايه بقى مش زي ما الناس متخيل او زي ما الناس معتادة ان منازعه التنفيذ او الاشكال للوقف بس لا سواء للوقف او الاستمرار هيطلب فيها ان تحكم المحكمة بلاستمرار في تنفيذ حكمها اللي احنا قلنا من شوية وازالة اي عقبة في سبيل استمرار التنفيذ ويقول بقى ايه العقبة ومن ثم فان المحكمة الادارية العليا اذا ما قدمة لا اذا ما قدمت لها هذه الدعوة اللي هي منازعة التنفيذ دي بتبقى مستعجلة بتنظر بتشوف اذا كان فعلا في عقبة في تنفيذ حكمها فبتقضي بالاستمرار في التنفيذ وازالة هذه العقبة اذا وجدت ان ان الحكومة اللي هي المحكومة ضدها قاضت بالحق قاضت بما تضمنه الحكم فخلاص ولكن على كل صاحب معاش له الحق في ان يسلك سبيلا قانونيا بان يقيم منازعة تنفيذ امام المحكمة الادارية العليا يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا تطعون ارقام سبعة وخمسين الف تلتمية خمسة واربعين وتسعة وكمسين الف وخمسون وثلاتين واربعة وستين الف تلتمية ربعة وثمانين لسنة اربعة وستين قضائية الصادر بجلسة واحد وعشرين اتنين الفين وثاعتاشر وتقدم منازعة التنفيذ للمحكمة الإدارية العليا وتنظرها ذات الدائرة التي أصدرت الحكم هذا هو ما نراه بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أو ما يعرف بالحكم العلوات الخمسة التي تضم إلى أصحاب المعاشر